انا كابتن طه بصراحة انا عاوز استامع مع السادة المشاهدين انا مش عاوز اسأل انا عاوز انت تتكلم في كل حاجة انا من ساعاتي ان انا مع قيمة وقامة كبيرة جدا زي كابتن طه اسمعين لكن بعض الناس بتحب تتسمع الكابتن طه انت بدأت نشئتها كانت فينا ها انت لعبت كرة شراب في الشارع لعبت كرة شراب ولعبت كرة كويتش كويتش ست انها تبقى حاجة كبيرة اه طبعا يعني اما انت بتحس لما بتبقى كرة متجوبة معاك بترقص ترقيصة بتشوت شوطة ولاقي العملية ماشية فدي بتديلك يعني شخصية وبتديلك ثقة وبتلاقي نفسك احسن واحسن لدركة ان فيه حتة ملعب كده في المعادي كنا نلعب فيه وكانوا مسمينه ملعب طه قبل ملعب في الناد الاهل لاني كنت انا مع فرق كده من المعادي بنقى فرق اخرى بتيجي من اقاليم اخرى وبالمناسبة ممكن اذكر الكابتن شيكو اللي هو كان مدرب في المعادي طبعا وبرضه كان متكتشف النجوم وكان يجيب فرق من الزتون ومن حدت تانية ونلعب ويمكن من ضمن الفرق كانوا بدورات يا كابتن اه جاب فرقه من بين السريات وكان فيها عالي محسن وقتها كنا نسميه عالي اليمني ايوة بس هو عالي المحسن لعيب فزي كان في نهاية زماني لا 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 انا من الناس اللي حبيبني في الكرة علي محسن بالزرعة وكان احمد مصفة كان احمد جاد كنا نقول عليه سعيات احمد جاد هو اسمه احمد جاد يعني احمد مصفة جاد فبرده كان يجي فلعيبة كويسة من اماكن اخرى كتيجي تلعب في المعادي وطبعا دي بتدينا برضه خبرات كويسة هل الكرة الكويتش كانت عبارة عن ايه كابتن كرة كويتش ازاي بتاعة تينس طبعاً بتبقى فيها صعوبة في التحكم يعني كرة الشراب بطيئة شوية بتنط نطة بطيئة شوية تقدر تتحكم فيها بتلعبوا على أسفلت ولا على ترتان ما كانش فيه ترتان لا لا على أسفلت إيه زودت من مهاراتك كنت انطهاك كرة الكوش الصغيرة دي طبيعاً ما فيش شك يعني بتزود من إحساسك بالكرة والتحكم فيها لأن كرة سريعة بتنط سريعة وكذا وعايز تبقى عندك ريأكشن إنك تتمشى مع سرعة الكورة عما مش سهلة الشراب بطيئة خاف تقدر تتحكم فيها وتمسكها وترقص وتبقى سهلة الكورة الشرابة وكتلعب بيها تلاقي الشراب يتقلع كمان بتاعها كنا نجيب بقى كور كور كويتش زي كده وبعدين كور سافنج تتعمل عليها شرابات من بره عشان تبقى شكلها يعني نحيات انت الكورة الكورة ديها كابتك بتحط عليها كلها ما كانتش لسة لا ازاي كان عندنا كورة كنا نلعب بكورة العادية ديت وطبعاً كانت بتكحك من الرمل أكيد طبعاً فكنا ندهنة بالقوطة يعني عشان نديها لون قابل من نلعب بقى وردانينا بالقوطة عشان نلعب لا ونتواخد لون لحمة بتاع الطماطم مرضى وبالمناسبة دي على فكرة أنا عندي كورة الفيفا عمل كونجرس سنة 2004 بمناسبة 100 سنة لتأسيسه وعندي كورة بتمثل سنة 2004 بالتدكيك بقى والبتاع بالروباط دي بالزبط بتمثل هذا العهد كانت تيجي تشوت تيجي في الروباط لا رجليك بيتقدي كده وعندي كورة تانية اللي هي الحديثة سنة 2004 اللي هي بعدها يعني كان دي هداية من الفيفا في الكونجرس اللي أنا حضرته بصفة إن أنا كنت موجود وقتها مدير مكتب الفيفا في القاهرة لتطوير كورة القدم في مناطق شمال وشرق أفريقي كان عندنا 16 اتحاد بنشرف عليه المكتب كان يشرف عليه وطبعا هذه الفترة كانت فترة غنية جدا لأنه احتكد بمدربين كبار جدا يعني ما كنا بننظم كورسات للتدريب في المناطق دي ده في الاتحاد الدولي في الاتحاد الدولي كان بيجي خبراء كبار جدا ولعيب أقزام منتسبين للفيفا في البانيل بتاع المحاضرين نعم فبنعم المحاضرات للحكام كان يجي برضو حكام كبار وهكذا فدي كانت فترة غنية بالنسبة لأن أنا يعني تفاعلت مع النجوم الكبار اللي كانوا بيجوا يحللوا سواء في التحكيم أو الإدارة أو الطب الرياضي أو في كرة القدم ففدتني فايدة كبيرة جدا طيب كابتن طهو أنت بتلعب الكورة الكويتشو أو كرة الشراب دي في المكان في المعادي بدأتها في المعادي مين المدربين أو الناس اللي هم عزازة عليك قال لك إن طهو اسماعيل ده حيبقى لعيب ما حصلش وحيكسر الديني هو طبعا على مستوى المعادي كان الكابتن شيكو الله يرحمه الله يرحمه لأنه ده كان دايما معنا وهو كان مختلف بأماكن أخرى في الزتون وفي الزمال وكان بسوء عن الفرقة بتاعكم وكان دايما يتكلم أنه أنت هتبقى لعيب كبير من خلال شايف الممارسة دي النادي المصري القاهيري أنا لعبت فيه أنت كابتن شيكو يعني هو اللي قال إن كابتن طهو ده هيبقى لعيب بجامد قوي بالزبط مين اللعيب اللي خدك وقالك ده هيروح النادي الأهلي وهيبقى لعيب سوبر ستارز هو مين اللي شافك أمين اللي اكتشفك هو شوف من أقول لك بقى أخويا مصطفى كان بيلعب في سلح المهمات وكان بيلعب مع نجوم كبار وكان بيلعب في النادي المصري القاهيري طبعا معروف النادي المصري القاهيري طبعا كان سيكرتيرو كان أخ عزيز كان اسمه مصطفى يونس هو كان اسمه مصطفى يونس فمصطفى أخويا بقى قال له أنا أخويا كويس وتعفى خدني للنادي المصري القاهيري قابلت شربيني هناك في النادي المصري كان فيه كابتل يرعب الصمت كمان تكريبنا لا أبراهيم بعدنا بعدي كلما نعب سواء أصد النادي طالع نجوم النادي المصري القاهير النادي المصري القاهير ده كان في وقت ما مفيش غير يعني غرفة صغيرة كده في مصر قديمة وفيه قهوة على نصية الملك الصالح كنا نتقابل فيها تروح تلعب وفتاهم تجي تشوع القهوة فكنا نروح نلعب مثلا في شوبرة فكان فيه واحد اسمه وأعرفش عم حسني ولا إيه بيشتغل في التروماية فكنا نركب التروماية يروح حمد أيضه علي أنا والشربيني كده اللي دول تابعنا نروح نلعب ونرجع على القهوة يروح مديلنا كل واحد خمسة ساغة شلم خمسة ساغة سنة مثلا ستة وخمسين قبل مروحنات قالي بسنة بس لخمسة ساغة كانت خمسة ساغة كده يقول لك خمسة ساغة عش تروح بيها فبعد كده بقى النادي مصري له مكان دلوقتي وله ملعب أكيد 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 فلما كنا بنلعب بقى مع النادي المصري هو النادي بلعبوا في دوري يسموا الاندية المؤقتة اللي ليس لها ملاعب فكنا نلعب في ملاعب النادي الآلي والزمال والترسانة ساعة واحدة الظهر أي قبل المتشاة الكبيرة ما فيش فرقة ناشئين كتير زي الوقت كان الأول فرقة واحدة ولا فرقتين بس قبل في الأول فمن هنا شافني الكابتن خيري كان عضو في النادي الآلي واخد بالك خير عبد الرحمن خير الله يرحمه كان يشتغل في السلحة الممات فكان على صلب مصطفى يوني السكرتير وبعدين عبدالبقال سمع ده عبدالبقال ده انت الله رحمه عم عبدالبقال ده فهي انت ويعطي تحتية ده عم عبدالبقال آه آه فسنة ستة وخمسين ده عم عبدالبقاله هو الله اللي يحظني إليه يعني اكتشف نجوم كتير رجل خدم خدمة كبيرة للنادي الأهل يحية يحية وبعدين بقى جاء موسم استقالات دي قصة تانية لأنه كان زمان مفيش انتقالات إلا كل أربع سنين آه من خلال موسم موسم انتقالات في شهر كده يوليو آه 15 يوم الاولانين تبعك جاء مسجل للنادي بتاعك انك مستقيل و 15 يوم التانيين تسجل في اي نادي تاني